موسيقى هذا صح صحيح في تسعة سنين بدنا جميع تعمل ثلاثمائة تلف أورو كيف هي صفتك؟ نفوه سيزيماني برمير سيزيماني برمير سيد سيبتداء سيد سيبتداء وقتلي فلوسي من البورس عكا ولا فلوسي من البورس في بالك تاوة نجم ونرجع للإستوريك ونشوفوا كلمك صحيح أو غالط عندي الحمد لله ونخرجوا في مسائل الزكاة ونعاونوا في الناس ليش تزاكي؟ كتب دفلوس حراهم يا فتحي ماذا تزاكي؟ علش؟ ان الله طيب لا يقبل الله طيب ماذا تكون قال لي يا حراهم؟ هنا نسأل فيك على حشو بوتون الأسماك بالذهب والعملة الصعبة لتتهرب من ليبيا ودخل تلتونس الفترة ذيك لا ما في بليش بها جيمل وما سمعت هالجيمل هم؟ شبيك عرق؟ ليه ولا ليه عليش عرق هم هو بتبعته شتاب هكا ليه لا ولا ليه عاد قولي بقديش السيارة ببدي فيك؟ ليه عندي كانت عندي بورش وتو عندي بيئة بورش بتكلفت لي قليب 800 800 مليون؟ اه والبيئة ماذا يمشي غالي برشا قديش؟ 190 الفيدر و المنزل بقديش شريط يعني داري توكسدا خاطرنا عندي دارك عندي دار في الهواري و عندي دار في تونسلن قديش؟ داري مخوب مليار ومية مليار ومية دارك و مليار ومية دارك و مليار ومية دارك هذه خمسين دينار لي لوجه الله هذه خمسين دينار على رحمة بابا هاي نوريك هاي انت حرجتني حرجتني هاي بتنبع شوية رجعوها هاي ان كنت ملياردير كما تدعي و عندك فلوس وتبحث على وجه الله موضوع هذا هنا نعرض عليك ثلاثة عائلات نختارهم من وزارة شؤون الاجتماعية من الفقراء المعوزين و كافلي الأيتام و انتي عهد قدامي الكاميرا تبنيلهم الديار لا ما نتوعدش موسيقى الاستعراض احيانا يتحول الى مرض نفسي والله يشوف يعني تحب تكون توجه يعني ماذا توسواقمان و كادوريم مفهمني يعني اما مرضى نفس نينك طالما في روح بسواقمان و كادوريم ماذا نحي مالي الله اعلم ما عنديش علام حتى تعليمات بل كش فالس ماني قلت لهم في عدد من الدوائد نجيبه خبيل أنا نقول الذهب تتزينوا به المرأة كشرع والرجال يتزينون بالأفعال والذي زين المرأة بالحجاب والذي زين الرجال باللحاق انت لا حجاب ولا لحيب شكرا اليوم بش نحكي لكم على رهبين تونس شاب غامض يتحدث على مبالغ مالية طائلة يملكها يحكي على ملايير عندو فيديوهات تتوري غرف كاملة بالعملة التونسية و اخرى اجنبية الشاب هذي شنية قصته شنية حكايته يبحث على الظهور الاعلامي والبوز ولا هو ملياردير حقيقي يعيش بين تونس وليبيا وهو أصيل مدينة جبلي في الجنوب التونسي اسمك فتحي هكا ولا فتح الرابطي فتحي شنو تخدم نخدم في الحوت نشري ونبيع صمصار انتح حوت لا نشري ونبيع انا نشري فورنسير نشري من الابرات ومن الاسواق ونهز للقذرنات للوتلاء للسبطارات الى غاية ذلك وريت مبالغ مالية طائلة تعفلوس بيت كاملة ولو جوز بيوت تعفلوس دي بارك الله يعجز الانسان على عدة او عن وصفه او عن وصفه او عن وصفه شي حكايته انسان يخدم على روح نشري ونبيع ما عنديش الاسراف ما عنديش الاسراف اما عنديك بانكا في الدار شنو الحكاية الفيديو اللي وريتونا ما هاتها غريب عجيب ما يثمش حتشي غريب اخويا محمد انسان نخدم على روحي عندي فلوس موثقة في البنوك نخدم بين تونس وليبيا ما عنديش الاسراف كما قتلك كل شي موثق ما عنديكش الاسراف بسيلش هدلي ديك سمحني تخلينا حلها حلها يديك حلها يديك حلها يديك حلها يديك دي بارك الله بيه هذي ذهب خالص حكا ولاي وهذا تقول لي سقلي لي ديك وتقول لي ما نصرف الشب هذي ساعة اول حاجة أخي محمد ساعة غراء انسان مغروم بالذهب نعشق الذهب هذي سمحني الختم هذي قديش كيمته هذي وري هذي هذي خمسة وشوي خمسة ملين ونص تقريب بيه وهيب هذي يعمل قريب ثلاثة وهيب قريب زوزو نص كاكحة تقريب بيه وهيب هذي اخذي نتذكر واخذيته زوزو ملين ومية بيه وهشرك هذي الكل دباركاي هذي قديش هذي حصلوا جملة تقريبا قريب المئة وثلاثين هذي بيستوى في هد واحدة مئة وثلاثين مليون ذهب ايه مئة وثلاثين مليون تقلد في شكون ولا انت بتبيعتك هكا انا بتبيعتي هكا مصغرة هكا انا باللي انا صغير مغروب بالذهب كنت فيتاليا قبل كونت روحي فيتاليا جيت لتونس استثمرت في لونسي عملت علاقات بين تونس وليبيا نخدم على روحي الحمد لله قديش قعدت فيتاليا من عام قعدت تسعة سنين تسعة سنين سمحني اشتحتك شنية تقصد اشتحتك هذي شو مفوخ لا 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 تقصد على فلوس فلوس ايه فلوس لا ديما نهز معي فلوسا هذي شتحتك تاو لا والله تاو شوف ما نحب نحرج نفسي ونحب نحرج الناس اما ديما نهز تروى مليون انت والظرف انت والظرف كل مرة كيفاش نصرف نصرف فتحي تسمح لي نطرح اي سؤال عليك وتجاوبني بصراحة اكيد المسلم مبني على على الصدق حتى يكتب عند الله يصديق انا امام احتمالين لا ثالثة لهما اللي يقعد تسع سنين في ايطاليا ويرجع بمليارات وانت تحكيلي على مبالغ طائلة اما لس او تاجر مخدرات او تحصل على ثروة مشبوهة ما نعرفو شو مني نجيب كنت في طاليا خدمت في الفلاحة كونت روحي من غادي كنت نخدم في الفلاحة كنت نخدم في الفلاحة كنت نخدم في العنب نخدم في الفراس نخدم في حاجات كمهة في الفلاحة التوينسة اللي يسمعوا فيه كتاوة اكبر واغلى يوم عمل في ايطاليا العمل الفلاحي مئة اولو في تسعة سنين متى نجام تعمل ثلاثمائة تلف اولو تتحكيلي انت على مليارات سمحني رو كان انا بيش نصدقك قمل يتفرش فيك سيقول مو سيلمة لا انا كنت في طاليا قاديت قريبة تسعة سنوات في اوروبا خدمت على روحي عملت الفلوس عملت الفلوس بالغبرة لا ما نخدمش مخدرات لا 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 انا بالعكس ضد المخدرات شو نخدم؟ نخدم في الفلاحة كيفش عملت الفلوس؟ بكل صراحة قلت يعني فهمتني نحط في فلوسي في مسائل ونربح شنين المسائل؟ المسائل هذي نحط فلوسي فهمتني في كما اقولوا نحنا كيفش نشرح لك محمد يعني نحط في فلوسي يعني في الاسهم ربحت فلوس ولكن يجهلوها برشا الناس ربحت فلوس؟ الحمد لله انت في البورسة معني هتقص بارك الله وفيك في البورسة من خار يا صفتي؟ نفوم بتاع سيد يماني بريمير سيد يماني بريمير سيد سبتدائي سيد سبتدائي وقتلي فلوسي من البورس فلوسي من البورسة؟ انت هو نجمو نرجعو ليستوريك ونشوفو كلامك صحيح ولا غالط؟ كلام معقول كلام معقول وكلامك زين لي؟ مشيت ليبيا وعندك صور اللي انتي مسور في غرف بتاع فلوس صحيح ولا؟ نخدم في ليبيا نعمل فلوس غادي نحولها في الجوة السفر نعدها بالدولار لتونس والحمد لله والأمر متيسر والحمد لله سيفتحي في ليبيا باش تعمل غرف لا مش غرف متاع فلوس ولا غرفة بركة بالحجم اللي يوريتولي هراك تحكي على مئة المليارات لا مش مئة المليارات اه انا مانيش ارشي بلياردير او ملياردير مش كي يعني انسان يتحدى في اثريق تونس انسان عندي فلوس برشة فلوس الحمد لله الأمر متيسر ونحمد لله من ليبيا كي بجبتها؟ نخدم في الحوت عندي محلات في ليبيا عندي شركاء في ليبيا في تاجورة في جنزور في قرقارج في الدريبي في غوت الشعال عندي فمتني ايادي في ليبيا نخدم عام وحال معام محلات وانا اقول لك اللي عنده فلوس بحجمك انت وتقولي نشتغل في الحوت اما وراءه ميليشيات سرقت بنوك في ليبيا وعبثت بقوت الشعب الليبي وهذي كما تنجم تكون إلا فلوس دم هذا الكلم اللي قالوا حتى خيرنا في ليبيا قالوا ما ينجم يكون إلا لص من اللصوص الكبار باش ينجم يحصر على فلوس في ليبيا هكيك ننفي الشي هذا انا قتلك عندي محلات في ليبيا نختم محلات شنون؟ محلات بتاع حوت لكن مش نستدلك مسألة هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وهات برهانك انت كيفش لمتل فلوسيت الفلوس هذي كما قلتلك كل شي موثق في البنك سنترال عنتي في ليبيا هاتيش حاولت التونس على البنك سنترال والله المبلغ هذه نحب نستحفظ بها النفسي وكاو منحبش نصرحها بحتى مبلغ نس كلها تعرف عندي الحمدلله ونخرجوا في مسائل الزكاة ونعاونوا في الناس لوجه الله ليش تزاكي كتب دفلوس حراهم يا فتحي ايش نوه علش علشان الله الطيب لا يقبل الله طيب ايش كون قارني يا حرا اناختنين الروحي نستثل في الفلوسي نعمل في الفلوس والحمدلله اللحن نكون تجيب ف المحوط من الليبي هاتيش من سيارة عندك نعتمنها وحدة بركة نعديها لتونس كم قيمة شاحنة واحدةFOط تدخل تونس ليبيا حوالي 300 300 ألف دينار 300 مليون 300 مليون قدش يجيبون انت و... ما فيهاش قدش كي من نجم نربح ميتين كي من نجم نربح 300 كي من نجم نربح ميتين انت ومور دليلة دليلة وين؟ أمور دليلة في الأسواق ببير القصع بالضبط وطعروا ببير القصع ما تبيع كان بتتواصل هكا ولا هكا ولا هكا ولا قدش فيه قدش فيه مفهمتكش قدش فيه مفروس قدش عمل قدش عملت سيفر دفاع انا نتعامل مع 14 شركة وموثق كل شي عندي نتعامل مع بسكولة الترابلس مع بسكولة عفاس مع برجب بسكولة الكل نتعامل معهم كل شي موثق ليه؟ يا فتحي الحوت اللي تجيب فيه في اي فترة زمنية بالضبط في اي فترة كي تبدأ نحنا نقوله نحنا لغة طياب لا لا وقتاش انا عواني السنوات هذي اللي فاتت محسوب من قبل الاحداث يعني من من 2009-2010 رحتش لتو نمشي ونجي يو توة اي حتش لتو نختم في الحوت اي اخر كميونة جبتها وقتاش اخر كميونة جبتها يقبل راس العم بنهار هكا يخي موش الحوت معاش يدخل من ليبيا لتونس لا يدخل قاعد يدخل قاعد يدخل شكون قال لك ما يدخلش عم ناول مش قصوم عاشي براقص بيه لا لا يدخل لا يدخل تم شوية مع مشاكل شوية مشاكل مع وزارة التجارة وكهو اما لكن قاعد يدخل الحوت كونترا لا لا مش قاعد يدخل كونترا يدخل بامور موثقة وامور قانوني دعنا سألك بفترة في فترة 2013 و12 و14 و15 درجة حكاية غريبة وخطيرة انه يتم حشو بوتون الاسمك اللي جاية من ليبيا بالممنوعات كما المخدرات كما الذهب و الحكاية هذيك نجحت في فترة ما لكن قاعد تفتن لها فما شكون تفرج فيك وقال هذا من التجار الكبار المختص في تهريب العملة وتهريب الذهب من القطر الليبي نحو تونس ننفي الشي هذا الشي هذا ننفيه لانه مثلا ماش منه والمناطق الحدودية بين تونس و ليبيا كلها يعرفوني الحمد لله رب العالمين واذا تدخل سلعة تدخل موثقة امنة حب نوجه له تحية امنة والامن الليبي زادة كذلك خليك من التحية وخليك من الكلام والريق الزيت انا نسأل فيك على حشو بوتون الاسمك بالذهب والعملة الصعبة التتهرب من ليبيا ودخل تلتونس الفترة ذيك لا ما في باليش بها جملة وما سمعتها الجملة ما في باليش بها جملة وما سمعتها الجملة من فمك نسمع انا واحد من السنين في الشي هذا ونستبعده زادة نستبعده نستبعده موضوع كما هيك نستبعده موضوع كما هيك نستبعده 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 شاك نستبعده 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 بعد المسائل يا محمد جاوبني تفضل العملة الصعبة تفكتلي على فكرة عاملة وراء عملة صعبة قديش ما نحبش كما نقولك ما نقولش تفكتلي وخلصت عليها أختية عملة صعبة شادتلي عملة ليبيا وتفكتلي معها فلوس التنسية فلوس تنسية زوزملاين وخمسمئة وخمسالف أما رجعتلي فلوس تونس رجعتلي فلوس التنسية بعد شهرين وفلوس الليبيا تحجزت وزيت خلصت عليها أختية يعني مسكوا عملة صعبة مجهولة المصدر وهذا يعني القذاخ فلوسك مجهولة المصدر لا فلوسي مش مجهولة المصدر يعني انسان نشري يعطينك تونس نبيع لك نشري بدينار نبيع بـ 15% نشري بدينار نبيع بـ 12% نشري اعملت ثروتي هكاك طيو انا كنبدأ نبيع في المعدنوس ايوه القيمة المالية تاعه 10 دينارات تونسي كيفاش ننجم نعمل ثروة بالمليارات انا ربك سبحان ربك سبحانه وفهمت لله هو الموفقني وبارك لي في فلوسي والحمد لله رب العالمين ومش بشرط هيرو في الحوت وعندي روايا اياتي اخر نخضر في السواني نخضر في سانية متاع العنب نخضر في سواني متاع الدلاع فهمني اسناء كي ما عم نقول الحمد لله رب العالمين استحب نصراحلك بالمبلغ اللي صورته متين مليون من شنو؟ خضرت سانية متاع الدلاع الحمد لله نخضر سانية متاع العنب كي ما نرجم نربح 30 مليون تربح فيه 30 مليون ومئتين مليون وخمسين مليون في الكل ما يجوش نصف مليار انت تحكي على ثروة كبيرة لا لا مش كون قال ثروة كبيرة الحمد لله اي الحمد لله عندي العقارات عندي الاراضي عندي الحمد لله فلوس في البنوك الحمد لله هذا هو كي ما قلت لك سي محمد ننفي ما نحبش نقول ما نصراحش اما الحمد لله الامر متيسر اقل من الناس وكيف الناس وما نكونوش خير من الناس يا فتحي في بالك الناس اللي تفرجت فيك الكلها تقول انا كرجل المشبور اهه معتها اه يتفاخر بالماء يستعرض في غرف ملأة بالعملة الليبية والتونسية ها في وقت اللي الشعب يعاني تخرج للسيرع في يدك هز شوية ها مئة وثلاثين مليون ذهب وتباركال الكربة منعرفش انا شنية النوع متاحة بقى الكربة بيام ومنعرفش نوعه عليش هذي الكل انا نعشكك سي محمد انا نعشكك انا نعشكك انا مغروم بالذهب نحب نبز الذهب نحب نبدل سيارتي كل ستة سبعة شهر الحمد لله قديس سيارة بتحرج فيه مرة اخر زي مرة قديس سيارة تبدل فيه لأ عندي كانت عندي بورش وتو عندي بيام بورش متكلفتلي قريب ثمانمائة ثمانمائة مليون والبيام مش غالي برش قديس مئة وتسعين اخذيت والمنزل بقديس شريط كما تتشرف فسيارة تقصد لديك خطرني عندي انجب دار في الهوري و دار في تونس لن قديس ماذا ان نقول قديس مصر انتعادل قديس مليار ومئة مليار ومئة دارة ايه واحد مليار ومائة ومليار ومائة شنية حتى تسايبه نسبة لكي خي ما يتوى متر وطراب في نتوى مليون متر وطراب يعني كنتي وشتاخه متين متر ومتين مليون طراب بركة متين مليون سي موحم يعني ان كوش تبني يعني في ملياستيديو ولا مش تبني فيلا يعني تتكلف يعني مليار يسمى نحكي لكذي يعني سبعة سنين لتالي تعمل داري تعمل حتى قريب زوز مليارات وفي الهوارية بقدش الدار عندي اراضي مش اراضي عندي اراضي عندي اراضي نكري فيها فيمني استيديوات يعني عملها استيديوات ونكري فيها يعني تستثمر في العقارات لا 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 اذكر اراضي متاعي انا فيمني عملها استيديوات ونكري فيها في السيزون تعصيف ولا هنا نختم في الحوت وفيليبي نختم في الحوت اكثر من هكو واللي سني دينار بالله يودق النصيح واللي سني دينار يكلمني نعطيهم الفواديس والمخدرات ونبيع فيه ما عنديش مخدراته ما نتكيفش مناصله هو سبورتيف وانا ضد المخدرات لا نشرب ولا نتكيف لانا حتى الدخان عادي ما نتكيفش والذهب اللي تهرب فيه هوي حتى الذهب زي ما نهربش فيه هذا ما بفلوس يفهمت لله بحر المالي بفتورات يوموري موثق عليش تيبكي نحكي معك تحكيلي عالفتورات نحكيك عالفتوراتك خاطر فهمتي انا نعيش في بلاد مؤسسات وقوانين ما يزمك الاستخالي في القانون انا مع القانون يعني كي مش نشتري انا الساعة متاع انا توقيت مونجلة على فكرة ها فهمت ها فهمت يعني بالفاتور يعني انتي توقيت انا شريت سامح وريد 700 700 كنون 700 تالي فكه ها تي ليه فالصو المونجلة هذي عاد سواتش سواتش ب700 دينار باي باي موش غالي هذي معندك مونجلة بمليار لا معنتيش لا معنتيش 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 فهمت خوية محمد ونخدم على رواحنا والحمد لله وعملنا الفلوس ونعاونه في سبيل الله وصدقني يا تصدقني والله يشوف ابتغاوج الله نحب لعبتك تادي باي انا يومين خرج متين ثلاثة ميان فوق فهم في سبيل الله نعطيك دليل تحبش دليل قلوا يا باي عبش تبيع قالوا كشاب الحاضر مثلا 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 هاي هاي سي محمد هاي هاي باه هذي خمسين دينار لي لوجه الله هذي خمسين دينار على رحمة بابا هاي 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 انتي تمشي في الشارع وتفرق في المصويت انت على الفلوس لا هاي ملشنو لا لا اللي نعرفه محتاج وتكون حالة قاسية نحكي على فاقد السند نعاونهم لوجه الله كما هذي لوجه الله كما هذي لوجه الله كما هذي على رحمة بابا فمشن ابتغاوجها الله وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله انا نتحديك ايوه اذا كان انت تحكي مهم وكلامك صحيح ايوه وانت تبحث على العمل الخير هكا ولا لا ايوه هل انت مستعد اليوم نختاروا ثلاث عائلات من كافرين الأيتام ايوه وتبنيلهم اضياء مش نبنيلهم اضياء لا اما مش نعاونوهم ايه ايوه نعاونوهم يعني اذا عندهم صغيرات يعني مش ناخدهم شوية لبسة اذا نقصنا علوش بتاعيد نعاونوهم حبنيش انا لبسك حبنيش انا نشري لك اللبسة اختاني من الحكايات الفارغة ان كنت ملياردير كما تدعيه وعندك فلوس وتبحث على وجه الله الموضوع هذي انا نعرض عليك ثلاثة عائلات نختارهم من وزارة شؤون الاجتماعية من الفقراء المعوزين وكافلي الأيتام وانتي تتعاهد قدامي الكاميرا تبني له مديار لا ما نتوعدش تعرف عليش على خط المسألة ذي تعرضت علي عندها سنوات مش حتى أشهر وقاعد نقدم في مسائل ابتغاوج هلا اما مش نعرض نفسي على الكاميرا بحجة كذا ممكن نجينا باحترية لا ما قلت لكش انتي ما تمشيش انتي حط الباك وخلي الوزارة تبني لا ما نعدكش ما نعدكش عبد فيس علي بجوز وفرنك بخمسين هلافة لا 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 مش هكي انا اسأل علي الناس طيب يحكولك انا فهمت لله نعاون ابتغاوج هلا انا انا عندي رؤية عندي رؤية استباقية نعندي نظرة في المجتمع اللي نعرفه كذا ابني دار ايبني هاني معاك انا وريني البلاسة ونمشي ما نوريك جنتي مبعض تم قول هاي الدار ولا هاي اثنين ولا هاي ثلاثة ديار انتي تو اخوية محمد محترمتي تحط فيه في مواقف محرجة انا توه مبدئين انا راني قاعد نعاون في الناس ابتغاوج هلا رو شوف بارك الله فيك على قدر الاستطاع وانا عندي رؤية انا ما عاش عندي ثيقة انا من صدق لما نشوف ميسا اجتبتش نهارت وتعرف لا ما نبجيش في زورتك بخمسين الف انا نستعرض على شكون انت تستعرض على التوازن قولك عليش من الغباء واحد يحوس بخمسة الف دينار في يجيبه علي عندك كارت بونكيرن تاعك وتشري بالكارتة هذا معقول فما ناس تصرف في مئة لملايين في النهار لكن وكلها بالبطاقة البنكية موجود عندي بطاقة بنكية ما عليش تزف الفلوس وتمشي سبحانه انا هكاكي انا نصرف الليل ساعات يعني تم مواقفة انا نحب نشريها لداري فهمتني متحوسش بالفلوس متحوسش بالفلوس يا راجل واحد يهز وثلاثين مليون وثلاثين مليون وتبدأ كرشو منفوخة بالاوراق انا هو زيدة العالم تطور والتي تتنجم تهز مليارات تحتك في بطاقتك البنكية وتصرف وبصفة قانونية عليش مخالفة القانون والله هيشوف اخويا محمد انا راني نفهمي كل مرة كيفاش اليوم من هزة ثلاثة اخدوا هزة خمسة اخدوا هزة جوز انا و الظرف انا و الظرف يعني كزومل الثلج مثلا الثلج بارك اقل شهية اربعة مية خمسين مية الف نخوف الثلج يعني فلوس اسباس كي مش عطي شيك مش مش يقول لك يعني عطيني شيك مثلا كما قلو نحنا يعني برشة برشة مساء تتعرض عليها يلزمني فلوس يعني بش عمل قهو يلزم فلوس سبحان الله عجبتني حاجة يلزمني فلوس انا نعيش هكاكة اخويا محمد بتحتك البنكية تصرف كل شي تصرف كل شي صحيح اما انا 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 نعيش هكاكة نحب نحب نهز معي ثلاثة اربع عملين نحب انا نحبك ما عنديش حتى اهداف ما عنديش حتى شيء اما انا نحب نهز ثلاثة اربع عملين بتحجيبني حاجة انا اخوه الاكثر لا قال كيما نهزه كيما نهزه كيما نهزه كيما نهزه كيما نروح به الاستعراض احيانا يتحول الى مرض نفسي والله يشوف يعني تحب تقول توجه يعني سواجمان وكادوريم فهمتني يعني اما مرضى نفس نيينك بالحكس ناس خدمت على رواحها ناس تقارن في روحك بسواجمان وكادوريم ما انا ناحي مالية الله اعلم ما عنديش علام حتى تعليمات ناس خدمت على رواح ناس كونت رواح ربي يرزقهم نتمنى لهم كل خير هذا هو كيما زادت انا نسأل ربي انه يرزقني مفضل ويرزق شعب التونس وشعب العربي عام تقارن الخاتم متاعك انت بالخاتم بتاع سواجمان لا لا هو القيمة المالية بتاع الذهب متاعه تجاوز زوز مليارات يعني واحد في المئة منه يعني انا شنية يعني ذهبي يعني حت شيء انا شك بالك شي فالسو هذي ما انا قلت لكم في عدة ندوات نجيبه خبير نجيبه خبير ونعملو نجيبه خبير كان طلعوا ذهب كان طلعوا ذهب نعطيكم انا هدية من عنتي تعطينيش عشيش بالهدية معليش كان ما طلعوش اذهب كان ما طلعوش اذهب اللي بش تقوله وانت يا كهو انا نقول الذهب تتزين به المرأة كشرح والرجال يتزينون بالافعال بالعمل المتاحهم والذي زين المرأة بالحجاب والذي زين الرجال باللحاء انت لا حزاب ولا لحية فهمتني لكن ديما نترجم الرب مش ربي يعفو عنه خذما الاخي انسان معصوم الخطأ سي محمد كله بني ادم خطأ كنا عرضا للخطأ سمي التواب لانه يعلم ربي سبحانه عبد ويخطأ وانت تسير في الخطأ انسي اه اه وش كون قالك لا انا نعرف روح لينا غالط لكن كما قلتك في عدة ندوات نترجم الرب انه يعفو علي نسأل ربي سبحانه يعفو علي من عرش الذهب كبير من الكبائر من الكبائر الذهب من الكبائر لكن انا نترجم الرب مش ربي يعفو علي لو ربي سبحانه ما قالش كله واشربه ولا تصرفه انت مصرف مصرف ما قلتلكش لا انا نوصل ومشبوه من ناحية تشبه مانيش مشبوه تعرف عليش خطر ان نختم كل شي بالوثائق كل شي موثق حتى نبشي نشرف فهمتي مش عارف انا مش عارف انا مش نحكيلك سيم محمد انا مش نشتري حتى مريو بالفاتور مش نشتري مش نبيع كل شي موثق موكل مشبوه يبحث عن وسيلة للتبرير انا مش شدوها ملتون احنا كل شي موثق عندي اللي يسيلني دينارسي محمد في تونس وخارج تونس قدام العلن ويجيب ما يثبت نعطيه امتاعه فواديس نتصور المسألة النا واضحة هي الوحيدة لتنجمت حاسبك ووزارة المالية عملكوا بردريس موفيس كال بارك الله انا جاي لهنا بالبلاتوكي مش نيعارف اللي يعني فهمتني اللي 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 يعني الوزارة يعني مش تبحث علي وش عندي من عقارات وش عندي اذا عندي حاجة مخالفة اكيد مش يتصلوا بي وقل لي ايجا سيفاتح ايجا لو عندك حاجة وحاجة 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 قباطتي خالص فاتورتي موثقة نشري ومبيع كليوناتي انا نسيل العباد مش العباد تسيلني كان نعمل ما عشان خلي حتى حد يتعد تعرف عليش برشا نسيل فلوس لكن انسان اللي يسر على اخوه المسلم سلو رب ان يكون في حسنا ومن حيات شبه اللي ما عنديش حتى شبه نخدم اموثق امور قانونية ربك يبارك لو كانت عندي اقل شبهة والله اعلم